بسبب الشبه القوي بينه وبين نحمد مرسي بيقول أن الدولة منعني من الظهور في الإعلام ده اللي قاله المحاسب حاتم عزام اللي فيه درجة شبه كبيرة بينه وبين رئيس الأسبق حسني مبارك وقال عزام أنه شارك فيه احتفالات 25 يناير ولكنه تخفى فيه عباية نسائية لما يدخل ميدان التحرير من خوفه من أنه يحصل له أي مضايقات عزام بيستعد للمشاركة في فيلم عنوانه أروقة القصر وبيجسد فيه شخصية مبارك أما محسن المنسي فنان فنال شهرة واسعة بسبب الشبه بينه وبين رئيس راحل أنوار السادات مش بس فيه ملامح وشه لكن كمان في لبسه في نظرته في البايب قال المنسي أنه قابل محمد بدوي الترزي الخاص بالرئيس الراحل السادات وده ساعده في أنه يصمم له ملابس علشان يبان شبه بينه وبين رئيس السادات بشكل أكبر كمان رئيس الأسبق جمال عبد الناصر فلي شبيه هو حجاجة عبد الله هو محامي بيجي سنويا من سهاجة علشان يحضر ذكرى وفاة الرئيس الراحل وكتير بيجري لقاءات صحفية وبيلتقط صور تسكيرية مع محبي عبد الناصر سريعا نروح بس الأبرز العنوين الموجودة في صحافة بكرة ندعم حضراتكم من اليوم السابع اليوم السابع يعني أنوانه الرئيسي غضب فيه الأحزاب بسبب تقسيم الدوائر والحكومة توافق على القانون وتنتظر رأي التشريع بمجلس الدولة والعليا للانتخابات والأحزاب تجاهل وجهة نظرنا يفتح الباب للمال السياسي مرصد الإفتاء يعترف مصر هي الأولى عربيا في الإلحاد ومستشار المفتي بيقول اقبال الشباب على الإلحاد بيتزايد ومعهد جلوبل يعلن تصدر بلدنا للقائمة ومدير الإدارة العامة للمعلومات بوزارة الداخلية مفيش حاجة اسمها مرأبة الانترنت وكمان فيه ارتباك فيه تحالفات موسى والجنزوري بسبب عودة شفيق ومقرر الجبهة المصرية بيقول المجلس الرئاسي صوت لصالح قيادة الفريق للتحالف وشفيق بيقول انتظر انهاء الإجراءات القانونية وسأعلن برنامجي من مصر كمان الإخوان تخطط لمهاجمة السفرات والكنائس في رأس السنة والعنوان ده ممكن يكون غريب أو بيتناقض مع التصريح اللي كنا بنشوفه من شوية من دكتور طارق فهمي أستاذ العلقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلم السياسية اللي بيقول في الأصل انه السفرات قفلت أبوابها من أجل مصلحة الإخوان فدلوقتي الإخوان بيهددوا أو عندهم خطة لمهاجمة السفرات والكنائس في رأس السنة نحن مش فاهمين كمان الحكومة تستعد لإصدار قانون معاش الفلاح بقيمة 500 جنيه شهريا لـ 20 مليون أسرة وكمان مفاجأة في اليوم السابع خطأ في الكمبيوتر يتسبب في إهدار بنك التماوى والاقتمان لملايين الجنيهات نيويورك تايمز بتقول الاقتصاد المصري يشهد انتعاشا وكمان دفاع هدهد بقضية الاتحادية يزعم مقتل أبو ظيف تم أثناء هروب مؤيدي مرسي في جريدة التحرير زيها زي معظم الجرائب في مصر وفي العالم العربي والعالم كله تمت بفضائح الموجودة في تقرير الكونجرس الأمريكي اللي خرجت عن السياي اي فضائح تعذيب السجناء تطارد أوباما وإدارته وفي الحقيقة وحسب المنشور كمان في الجرائد أكتر ان الفضائح دي بتطارد أكتر جوش بوش الابن وإدارته أكتر من أوباما وإدارته كمان البرلمان رادي ستادي جو إشارة لأنه خلاص بيتم الموافقة على المشروع قانون تقسيم الدواير وكيف تصبح سياسيا في سبع خطوات في جريدة الأهرام تصريح لرئيس عبد الفتاح السيسي هو كان الأبرز في أبرز منشط موجود دور رئيسي للشباب في تطوير التعليم والبحث العلمي والصناعة مدرسة للمتفوقين بكل محافظة ومضاعفة البعثات الخارجية ونشر التفكير الإبداعي كمان أخيرا الحكومة تنظر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والجنود الإسرائيليون يقتلون وزيرا فلسطينيا دي أبرز العنوين الموجودة في صحافة بكرة بعد الفاصل نكمل معكم اشتركوا في القناة